قال الشاعر ناتي فلسفة الكفاح ورددي عاشت رجال الجزائر قادة الثورة الجزائر لا تنسى لا رجالها ولا نساءها وغدا ستثأر لعملقة الجبال فاطمة بدارة أصغر شهيدة قتلت خلال مظاهرات السابع عشر أكتوبر واحد وستين تسعمائة وألف ببريزة بعدما تركت مقاعد الدراسة والتحقت بالمظاهرات وعمرها لم يتجاوز الخمسة عشر سنة لنذاك كانت تدرس بالمعهد التجاري والصناعي للإناث الواقع بشارع الجزاريين ببريزة رغم صغر سن فاطمة إلا أنها كانت تبدو كأنها فتاة ناضجة شغفها للتعبير عن مشاعر نصرة الجزائر الحارقة في حلقها التحقت فاطمة بدارة المولودة بمدينة بجايا شهر أوت خمسة وأربعين تسعمائة وألف رفقة عائلتها بفرنسا سنة 1951 عندما كان والدها يهمل بشركة غاز هناك فاطمة ورغم صغر سنها وتواجدها بأراضي الغربة إلا أن هذا لم يمنعها بالتمتع بوعي وطني كبير كبار قامتها التاريخية التي يخلدها التاريخ إلى الآن فاطمة وخلال القبض عليها ورغم صغار سنها إلا أنه لم يشفع لها لدى جلادها حيث نكل بها أبشعة تنكيلة وألقي بها رفقة المائة من الجزائريين بنهر السينة كغيرها من الجزائريين الذين هجروا بمعارضتهم للمستعمر في تلك المظاهرات الحشدة ولم يحفر عليها إلا بعد أربعة عشر يوما عالقة في قناة الدستانة من طرف عمال الصيانة المكلفين بالتنظيف شباك منفذ القناة كل من يتأمل في مصار فاطمة البطولية يقف على قناعتها وإيمانها الراسخ بالكفاح والنصرة والعلم صار والد فاطمة الشاق جعلها تستمد أبجديات الصمود وروح النظال منها وهو الذي فر من الحرب ضد الألمان لصالح فرنسا استشهدت فاطمة الفتاة الصغيرة لتكون درسا حقيقيا للتضحية خلال ثورة التحرير وما أعظم ثورة التحرير المجيدة